اشتركوا في القناة اول دقيقة كلام عملي وكلام مهم فتمنى من كل قلب انك تكمل الحلقة للاخر وتسمع الكلام المهم اللي انت جاي المفروض تسمعه في حلقة النهاردة من غير ما تطول عليك اكتر من كده هدخل على الشرح العملي ويلا بينا نبدأ على طول على الكلام المهم وانا اسف لو طولت عليكم في المقدمة اظن ان انا بحاول ان انا اصغر المقدمة على قد ما اقدر علشان تقدروا ان انتوا ما تملوش من اول الفيديو تسمعوا تستفادوا بالمعلومة اللي موجودة في الفيديو نفسه هكلمك النهاردة على مجال من المجالات اللي انا تكلمت عنها كتير قبل كده وشرحتها مرة واتنين وكانت من افضل المجالات فعلا اللي انا شرحتها في القناة للمبتدئين اللي هو ما عندوش رسمال يبدأ اي مشروع تاني اللي هو عايز يبدأ مجال من المجالات المحترمة اللي هو عايز يبدأ مجال من المجالات المستقبلية اللي ممكن تعتمد عليها وتوصل في درجة من الدرجات انك تبقى ميديا باير في شركة كبيرة وانا اعرف ناس بدأت بالمشروع ده بدأت بالطريقة دي من سنين فاتت ووصلت انها دلوقتي ميديا باير في شركات بتبيع بالملايين يوميا عن طريق شؤولها في الاساس على الطريقة دي خلاصة الاول انت بتاخد منتجات وبتبيعها على الفيسبوك ومش هقول لك هنا اعمل اعدلات لا خالص انا جاب لك تركاية بسيطة هتخليك تبيع منتجات كتيرة تمام وكل الكلام ده من غير ما تعمل اعلان واحد على الفيسبوك والكلام ده انا مش مستنبته من دماغي يعني انا مش مخترع المجال ده او مخترع التركاية دي لا ده انا لحظتها في الفيسبوك وشفتها في المحيط الداخلي يعني حتى اللي انا موجود فيها اللي هي ممكن ما تسمعش بره اصلا شغالة بنفس الطريقة اللي انا هكلمك فيها النهار ده فلدرجة ان انت لو من قرية هتقدر تبيع اصلا على الفيسبوك في القرية اللي انت فيها وتجيب منها ارباح وكل الكلام ده زي ما قلنا ايه بالاثبات اللي انت هتشوفه معنا طبعا اه انت الوقت تايي هتقول لي طب انت بتتكلم كتير مفيش حاجة مفيدة انا استفدت ايه منك من الكلمتين الاولانين دول انا عايز شرح العمل اقول لك معلش تمحني كان لازم اقول الكلمتين دول وهدخل دلوقتي بقى على الشرح العمل خلاصة لقول انت بتسجل في موقع زي موقع تاجر دوت كوم زي موقع انجزني زي موقع تاجر لي زي موقع كتيرة جدا جدا موجودة مختصة ببيع المنتجات ودورك هنا ان انت توصل للمواقع دي وهنا هحاول يسيب لك موقع او موقعين او التلاتة يعتمد عليهم تحت في الكومنتات وقبل اي حاجة خد كده اسم الموقع وادخل على الفيسبوك ابحس 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 على الموقع ده شوفوا الجروبات المعمولة للموقع نفسه ايه الدنيا رأي الناس اللي شغالة اصلا في المجال ده قبل منك بتقول ايه على الموقع ده عشان بس ايه ما يكونش في مشكلة معاك مع العمل بنسجل في موقع زي موقع تاجر على سبيل المثال زي موقع انجزني وبعد كده بندخل على المنتجات اللي ظهر قدام مننا دلوقتي زي المنتجات اللي قدامك دلوقتي سواء كانت ملابس سواء كانت حاجات خاصة بالمنازل سواء كانت شوز يعني ايه زي ما حزاكم الله حاجات تانية مختلفة بقى من المنتجات انت ممكن تشتغل عليها في الفيسبوك وبنبدأ نختار المنتجات اللي احنا هنشتغل عليها وطبعا يعني في مواقع مساهلة الدنيا خالص عليك موقع تاجر على سبيل المثال بيقولك ان المنتج ده تمنه انت هتبيعه بمئتين جنيه انت بتاخد اقل حاجة في الربح ليك سلاتين جنيه المنتج ده تمنه مئة وسبعين جنيه انت بتاخد تمانين جنيه المنتج ده مئتين وعشر انت بتاخد سبعين جنيه اكيد طبعا الاغلبيات العظمى فيكم فاهمين وعارفين كواس جدا جدا انا بتكلم فيه دلوقتي والكلام ده مش موجه للمصريين بس لأ ده موجه لكل الدولة العربية وهناعرف دلوقتي خلاص موقع اه انجزني نفس الكلام بيقولك هنا ان المنتج ده بمئتين وخمستاشر انت بتاخد اربعين جنيه المنتج ده بمئتين وعشر انت بتاخد اربعين جنيه نفس الكلام هنا مفيش هنا صفر يبقى انت هتزود من عندك خلاص عندك هنا اربعين وده بمتين يعني ده بمتين وهتاخد انت اربعين جنيه عمولة على التسويق للمنتج نفسه فالدنيا سهل جدا 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 وكل المواقع بتوضح ليك انت هتاخد الارباح قد ايه وهتبيع بقى قد ايه والدنيا ماشي ازاي عن المنتج نفسه. طيب ظهر لي. انا مش عايز ده خالص. المهم زي من شايفين بيقول لك في من مية الميتين. وعرض اداء المنتج لو انت عايز تعرف اكتر تفاصيل والاحصائيات عن المنتج نفسه. الناس اللي شغال عليه عاملها ازاي? وعندك تحت صور وفيديوهات للمنتج نفسه. ممكن تحمل الصور كلها وتحمل كمان الفيديوهات عندك. تستخدمها كمقاطع دعائية. عندك حاجات خاصة بشرح المنتج نفسه وتفاصيل المنتج نفس الكلام. كل ده قدام منك هو شرح عملي وحاجات كده ايه? بتوضح لك المنتج نفسه. نفس الكلام هنا السعر والعمولة اللي متاحة لي مسلا القميز ده على سبيل المسال والمقاسات اللي متاحة برضو لي القميز ده. دوس هنا على الكلمة دي هتلاقي صور المنتج نفسه فتحت ليك في هتحملها. وعندك نفسه في قاعد في الصور والمقاسات خلاص. عندك ده الوصف نفسه للمنتج. ولو في وصف اعلاني هتلاقي ما وجود تابع المنتج نفسه. فخلاص تقول احنا بنسجل في مواقع من المواقع دي. بنختار منتج اتنين تلاتة اربعة عشرة يا سيدي. وبنبدأ نحمل الصور ونحمل الداتا بتاعتهم عندنا. ونبدأ نحفظ اللينجات عشان هنشتغل عليهم على الفيسبوك. ايه بقى الطريقة اللي انت بتقول عليها ريان? طبعا انا انا قلتلكوا ايه? انها تنفع حتى للقاعد في قرية. يعني في ارياف. انا في المناطق اللي حوالين مني في الارياف عمتى ما محدش عارف موضوع التسويق ده. محدش يمكن انشغال اكتر عن موضوع التسويق الولين ده وقت ما انا بدأت. ولكن دلوقتي الدنيا بدأت تتوسع اكتر والناس كلها بدأت اصلا تفهم ان في حاجة اسمها وفي حد هيجب للمنتج لحد عندي وانا هعين المنتج قبل ما اخده. وهعمل وهسوي والكلام ده كله. خلاص. فالثقافة نفسها بدأت تنتيشت اصلا. درجة ان ايه? زي ما فين ده جروب كده خاص بماركز المطايم وحافظة المينيا اللي انا موجود فيها يا انا حمد. خلاص. ده منتج اصلا يعني من الاول الاخر كده بيسوق ليه المنتجات دي اللي هي موجودة اصلا وشحن. تمام? مفيش مكان في البلد خلاص بيبيع الحاجات دي. لا ده ده بيقول لك ان هو في الاخر لو كلمته او كلمته صاحب الاكاونت نفسه يقول لك ده شحن. خلاص. لو دخلت في التعليقات هتلاقيه برضو بيقول لك شحن. تمام? مكانك فين? وبكام? والكلام ده كله. امتى سبعة واربعين كومنت? عندكم سبعة واربعين كومنت? يعني احتمالية يكون في تلاتة اربعة خمسة عملة من الكومنتات اللي موجودة قدام منك دلوقتي. انت بقى لو هتنزلت كل يوم خلي ببادك البوستات دي بتتقبل. يعني بوست اهو مقبول ولو وردتك ودورت تاني في الجروبات هتلاقي اكتر. انا بس بحاول يجيب لك ايه? من كل جروب كده او من كل مكان حوالين مني انا اه بوست واحد بس مش اكتر. تمام? فانت في حاجة اسمها جروبات خاصة به القرية او المركز او الحي او المحافظة اللي انت موجود فيها. بتحاول انت تنضم لي الجروبات دي. اعمل كده انضمام وجوين لي الجروبات دي. وابدأ نزل شغلك زي كده انت بتسوق اللي شغلك اصلا. خلاص? عندك نفس الكلام فيه مسلا على عسابين المسال بنامزار خلاص? ادي يا باشا مية وستين وقالت اعرض اصلا كان موجود فين في تاجر يعني انا شوفت العرض ده اصلا قبل كده في تاجر اللي هو بناطيل. كان فيه تقريبا بناطي送 بين سعر معين. اول وبنطون برضه بسعر معين. فالصورة دي انا اصلا شفتها في تاجر قبل كده. خلاص? مية اربعة وستين احنا بنقول لو بالمية اربعة وستين دولار بالميت خالص بالميت خالص سجل عندك عشرة بس فعشرة في اربعين باربعمائة جنيه مبلغ محترم انت ممكن بتجيبه من يوم واحد بس اصلا متابعة مع العمل في الكومنتات. عندك برضو سوالوت نفس الكلام خلاص. وعندك متاح معاينة قبل الاستلام. الداة دي اصلا جابها من موقع تسويق خلي بالك خلاص. يعني الداة دي اصلا التجميعة دي والتركيبة دي اللي هو بدأتك بالاسم وبعد كده الالوان وبعد كده التلبسات. وبالاخر متاح معاينة ده بيكون فين? بيكون موجود زي هنا مسلا عسابين المسال. زي كده. خلاص. وزي كده ديتا برضو محترمة بتتبقى شرح لمنتج نفسه. خلاص. فده موقع اصلا من مواقع ايه? التسوية هو شغال عليها. خلاص. نفس الفيكر اربعتاشر كومنت. تمام? عندك هنا تلاتة وعشرين كومنت. في الاخر خالص هنا سبعتاشر كومنت. فانت بتلاقي ايه? بوستات مختلفة في جروبات مختلفة للمناطق والاحياء اللي موجودة حواليه منك انت لو تضمبت لها هتبدأ تسوى لي الجروبات دي. يبقى خلاص تقول احنا مسلا انت موجود في قرية اسمها خلاص? القرية دي تابع المركز اسم المطاي. لما عليش يدخل على الفيسبوك وكتب مسلا كلمة وخش على الجروبات يعني اكتب كلمة كده. خلاص. لو بحثت بالانجلش ماشي. ودوس كده على وراح تداخل على الجنب كده على كلمة اللي هي جروبات دي. خلاص? هتلاقي عندك اسأل مطاي سياضلة مطاي مطاي مباشر سوق مطاي برضو ممكن تسوق فيها عقارات لو انت عايش تعمل على عقارات اهل مطاي شباب مطاي مطاي اولاين كل دي كده جروبات خاصة بالمنطقة والحي اللي انت موجود فيه. هتنضم انت بقى في كل الجروبات دي يا باشا وتبدأ تنزل. اكنك انت صاحب متجر. اكنك انك انت عندك محل وبتنزل وبتعمل عرضات في الجروبات دي. والكلام ده هيتقبل مليون في المية. لان اصلا ده جروب محلي. يعني جروب محلي. يعني غرضه انه لو انت عندك خدمة وانت موجود في المنطقة دي هتبدأ التنزل الخدمة دي اصلا. وانا بنصحك لو انت هتارجت مسلا على سبيل المسال محافظة المينيا. يبقى انت تعمل اكاونت على الفيسبوك يكون المكان محافظة المينيا. مش موجود في القاهرة. عشان مرضو لما حد يخش يراجع الاكاونت بتاعك عشان يقبله قد من عسبيل المسال يلاقي ان انت موجود في المينيا اصلا انت من المينيا. فهي هيقبالك على طول. خلاص نفس الكلام لو انت من القاهرة لو انت من اي مكان تاني. تمام? طيب اه اظن الكلام مفهوم وسهل وبسيط. بتعمل حساب على الفيسبوك بتخش على جروبات منطقة موجودة جنب منك. انت شايف انها منطقة حيوية. خلاص? وبتبدأ تجيب منتجات من الموقعين نظره وتبدأ تعرضها في الجروبات دي للبيع وتبدأ لو حد يكلمك بتقوله ان هي موجودة ومتاح معينة قبل الاستلاق وكل الكلام الحلو اللي بتخليه او بيخليك تقدر تقنع العميل ان يشتري من عندك. تمام? اه طيب لو انت بقى مش موجود في مصر اصلا. يعني لو انت مش مصري. هتسوي زي للموضوع ده. نفس الفكرة هي هي بالزبط هتحاول انت تصل لمناطق موجودة في مصر. تخش على الفيسبوك وتبدأ تنزل نفس البوستات. وده عندك كمان في موقع تاجر ان انت تسوي لو انت موجود في مصر السعودية وكمان الامارات. فانت ممكن تشتغل للسعودية. لو انت حاول تشتغل للسعودية. لو انت بتسوي لي منتجات تاجر في السعودية زي ما انتم شايفين. مية وعشر ريال سعودي هتكسب خمسة وعشر ريال سعودي. خمسة تسعيل ريال سعودي هتكسب خمسة تاشر ريال سعودي. فاركام محترمة جدا جدا لو انت اشتغلت عليها هتبيع وتجيب مبيعات محترمة. في عندك كمان هنا الامارات. لو انت عايز تسوي لي الامارات متاح برضو معك في موقع تاجر. موضوع الامارات ده. ولو انت موجود في دول تانية هتدور هتلاقي كمان منتجات او مواقع شبيهها بمواقع تاجر بتديك منتجات تشتغل بيها بنفس الفكرة على الفيسبوك. موضوع طبعا ان اه يعني ده مدروب شبنج حراما عايز بقولك بس معلش انت هنا اه ما بتشتريش حاجة بمعنى اخر. لا ده انت هنا بتصريح من صاحب المنتج نفسه بيقولك انت هتبيع بالتمن ده وهتاخد انت العمولة دي. خلاص? يعني صاحب المنتج نفسه انت مروحت اشتريت كمية من حد معين وابعت من غير ما تشتري او الكلام ده تقول له لا خالص ده انت صاحب المنتج انت مندوم مبيعات. صاحب المنتج بيقولك انت هتبيع للمنتج ده على تمانين دينار او درهم اماراتي وهتاخد منه عشرين درهم اماراتي حمولة. خلاص? وعايزك معلش تبدأ تدور وتفحص اكتر لو انت عايز تتأكد اكتر من الكلام اللي انا بقوله عند حد مصدر موصول في الدي. خلاص? حلقة النهار ده كانت حلقة سهلة وبسيطة جربتها قبل كده اصلا وجبت منها ست مبيعات زي ما انت شايفين في الاكاونت من زمان خالص اصلا ماشتغلتش بقالي فترة كبيرة على الاكاونت بتاعي فانجزني كان بس من مجرد التجربة وهحاول لو وصلت للينكات الفيديوهات دي اسابها لكم في وصف الفيديو. لو انت حابب بعد كده تتطور هتعمل اعلانات على الفيس بوك وهتلاقي نفسك برضو بتجيب مبيعات محترمة. اتعامل كأنك صاحب محل. اتعامل كأنك صاحب عندك الحاجات دي بيتبيعها. طب انت بتنزل عندك على الفيسبوك. بتنزل عندك على الواتساب. بتنزل على الستوريز. بتنزل على الاستجرام. بتنزل على جروبات الفيسبوك. ده شغلك وبحلك وانت بتسوق لنفسك. وزي ما قلنا من اول يوم ممكن تجيب لك مبيع مبيعتين تلاتة خمسة على حسب الجروب اللي انت بتنزل فيه. وعلى حسب سراعة اول والكلام ده احنا عارفينه والمفروض فاهمينه كواس جدا جدا. كم معكم محمد ريان اي استفسار اي تعليقات انا برحب بيها في الكومنتات. وما تنساش بقى في اخر الفيديو. لو انت ما عملتش لايك اعمل لايك بعد ازنك اشترك في القناة واعلى زر الجرس. وانزل تحت في الكومنتات. دي اهم حاجة. قل ان انت وصلت لاخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة